اشتركوا في القناة وقابلت معي كبار الفنانين والنحاتين والرسامين وما الى ذلك انا قدر اقول ان انا قاعد جنبي على ايدي الشمال هنا هو فنان ونحات مصري هو مش هيبقى مهم هو مهم اسمه جورج ألبت سمعتوا عنه طبعا والدنيا كلها عالسوشال ميديا مقلوبة على منحوتات جورج ازاك يا جورج عامل يا جورج تمام الحمد لله اخبارك ايه تمام انت من ملاوية اوه من ملاوية من مانيا مركز ملاوية الله 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 ده انت راجل طيب المنياوية طيبين ربنا اخليك السعيد يعني المنياوية والأسوانية قطيب ناس في الصعيد ولا صعيدة وراء بعد كده بدي بقى مياش قاوي يعني احنا منها شو ده يتحبتين 13 كده قولي يا جورج انت في كلية ايه في كلية خدمة اجتمعية السيوت خدمة اجتمعية اسيوت مش في نون جميلة لا لا مش في نون ودي من ضمن الحاجات العجيبة في حياتنا يعني انه حد يمتلك الموهبة دي وتقف على درجات فيبقى تنسيق فاخش خدمة اجتمعية ومااخشش الكلية اللي انا يعني نفس اخشها مش كده اوه دي المشكلة اصلا في مصر عماتا يعني اوه انت جميل قولي بقى انت غوية النحت والشغل بتعطين ده امتى اه فترة السنوية كنت بعرف ارسم وكده بعد كده اكتشفت مجال ان فيه مثلا مجال وتماثيل اه حبيت فكرة النحت لان هي مش زاية الرسم فيها تفاصيل تقدر تطلحها باكتر من الرسم الرسم ممكن اخرك كده صورة تطلحها كده لكن التمثال بيبقى فكرة انه هو سري دي او حاجة زي كده من كل الاشكال ومن كل ال ابعاده كلها متكاملة اه تقدر تجيب في حاجات مش هتطلحها طيبة في النحت اللي اصعب يعني فالفكرة في كده في انه هو حاجة ممكن يعني فيه حاجات كتير لسه ما طلعتش فيه تفاصيل الشعر فيها فن كتير واللبس وحاجات اللبس الشفاف وبتاعه حاجات كده تقدر تطلحها مش هتطلحها في الرسم بسهولة اوة تقدر تطلحها لكن النحت صعب جده فانها خلص في الرسم انت هتقدر تعمل حساب بالضل والاضاءة هو هكون الحكاية اوة في الضل والاضاءة وكده بس لكن النحت تقدر فيه حاجات كتير تطلحها من النحت مين العلمك النحت اه محدش انا خدت الفكرة وكملت مع نفسي بعد السنوية ده مع نفسك اه انت عارف ان انا بزن على زميلي ان هما يكلموك علشان انا بزن بزن يعني من اول ما شفت الشغل بتاعك مجرد كده بالعين يعني الصور اللي منتشرة على الانترنت فقلتولهم انا عايز جورج ألبرت هاتولي جورج ألبرت من تحت تقطيق الارض باي شكل انا عاوز اشوفه واسمع هو بيفكر في ايه يعني على سبيل مثال ان انا احنا هنا جايبين فيديو وانت قاعد بتشتغل على انت بتسمي التمثيل بتاعتك باسماء ولا لا اه مش بهتمي بالفكرة دي او انا بحب اطلع التفاصيل اكتر يعني مش مشغول بانك تسمي لا انا كل اولويات التمثال يطلع بجودة حلو لكن فكرة فكرة التمثال بنجيلك من ايه اه اخر التمثال عملته كانت صورة عادية بصورة عادية كنت كانت لسيادة كده عالبا كانت بشعارها والوقت من غير الطفل كان من غير كاب فحاسيت ان هو لما حططلو الشال للسيادة هيبقى احسن من تفاصيل الشعر ضفطلو الشال والكاب طلعت احسن من ليه حاسيت ان الشال هيبقى تفاصيل الشال اجمل بالنسبة لك من كان ايه لي بيدور في مخاتلية اعتبرت ان الشال احلى من الشعر الشال اه هو عامة ان هي لابسة لبس اه حاجة زي الميهو كده فالشال فيه تفاصيل الكسارات والحاجات اللفة دي بتبين تفاصيل اكتر من الشعر يعني الشعر كان يعني هيبقى متطير قوي بس مش زي الشال الشال الكسارات اللي فيه والحاجات هتبين الفن بمستوى الفن اللي انت وصلت بيه محدش علمك لا انت كده مع نفسك اه يعني كنت تجيب الطين وتقع تشكله بأديك و وبالأدوات بتاعتك اه في الاول ما كانتش بتطلع قوي با اه يعني في الاول كنت تبقى اكيد طبعا البرتيري بتاع السيدة كنت بعض عملته كزا مرة وما كانش تطلع معي كزا مرة يعني بحاول اعمل فيه لحد ما يجي في المرة اللي هي يزبط فيها تماما بشتغل على اللي بعدين لحدها كزا لحد ما خلص التمسيق تجربة وخطأ تجربة وخطأ لازم لحد ما بقيت كده اه انت عارف ان انت شغلك حلو قوي يعني ايه ولا ايه ولا مش عارف لا لا اكيد عارف بس هو اللي كل اللي في الموضوع اللي بسيطني عني اللي في المستوى الليل ده اه انا وصلت كده فاحاول على قد مقدر ان انا كل اللي جاي من عمري انا اكمل بنفس المستوى ده ان انا نفس الموضوع اللي اللي انا تعلمته في السنة ده يبقى الضعفة في السنين اللي جاي تعرف ايا ايا عندنا رسامة تشكيلية مهمة جدا في مصر اسمها الشلبية وσαااا شلبية محودش علمها الرسم عايز أقولك إنها فنانة عالمية يعني لوحات شلمية بتتبع بأرقام تخوف آه معي وهي موهبة بس هي الفكرة في الموهبة أنت بتبقى عندك الموهبة بس من جواك بتبقى عايز تغرف كل الحاجات عن المجال وتتعمك أكتر وتجيب تفاصيل وكذا لكن لو أنت مش جواك الموهبة حتى لو كنت في الكلية مش فرقة معك أو يبقى في منك كتير يعني منهم الموهوب منهم اللي مش موهوب بالزبط الفكرة إن هي الكلية الوحيدة اللي في مصر المفروض ما تبقاش بمجموعة لأنني أنا يعني أعتبر مش مش موهوب أكتر فيه فنانين موهوبين أكتر مني في مصر ومش مش داخلين الكلية مش واخدين الفرصة قول لي بقى مؤسسة حقي كريمة هتعرف عليك إزاي عن طريق الفيس والآخر تمثال عملت له خد عمل ضجة كبيرة فكلمونا حد ما تكلمني من المؤسسة وحددنا معاده ووصلت هناك وكل الاهتمام ده أنا وقال ما وصلت هناك لديت قناة وصحفيين وناس كتيرة فأنا ما كنتش متخيل إن كل ده عشان أنا وبعد كده وصلت جميل والله قوي بعد ما دخلنا هناك أنا وشوفوا كل الطلبات اللي أنا عائسة والإمكانيات والحاجات والمعادات اللي أنا أحتاجها وقالوا هندور احنا مع بعض على كورس تعليمي بر مصر أو جوه مصر وكل ده مدعم المؤسسة جوه أو بر يعني أقولك ما يهمكش عم جورش هتسابق أعا ما يحتاجين صفر هنصفرك هنا هنقعادك طب الله يبرده رائعين رائعين جدا يعني إن هم يحسوا بالموهبة دي وبمسؤوليته بناحية الموهبة ويتبنوك دي حاجة أنا ما كنتش متخيل أصلا إن كل ده هيحصل لما كلموني ما كنت فاكر موضوع عادي يعني فاكر التبني ومساعدة بسيطة لكن أنا ولموصلت هناك كل المساعدة دي أنا ما كنتش متخيل إن فيه مؤسسة في مصر بالعظمة دي القصة دي مكلفة طبعا أكيد طبعا مكلفة جد يعني عشان تعمل تمثال كده دي يخش في تكليفها قد إيه الطينة نفسها المادة اللي بنحط بيها هي مش يعني بيقعد استخدامها كذا مرة الطينة مش مكلفة قوي ممكن تمثال ياخد مثلا خمس شكاير الشكرة بمية جنيه مش أكلفة قوي لكن المادة اللي بعدها اللي هي التمثال بيثبت عليها بتبقى الفايبر جلسة والبوليوستر كده حاجة زي البلاستيك كده بتستحمل كل عاملة طبيعية أنا شبق عاملة تعليق والشمس والماء والرطوبة كل ده بتستحمله دي مكلفة مكلفة يعني يتكلفك قد إيه علشان نستخدمها في تمثال واحد تمثال بالحجم الطبيعة ممكن يكلف حوالي 2000 جنيه 3000 جنيه يوقع طبعا ده غير الأدوات بقى استكاكيب بتاعتك ده غير الأدوات إن أنا أحتفظ بالتمثيل إذا كان المستوى موجود خلاص أنا أقدر أعمل منها كتير إنت بقى بتشوف حاجة مثلا صورة حاجة في الحقيقة حاجة فيلم تروح تجيلك الفكرة آه أنا أعمل التمثال بالضبط كده بتبقى يعني واقفة معينة قصيرات لبس شعر متطاير حاجة كده بتشدك في المنظر في الصورة أو الحاجة اللي هو قايفة قدامك فبتكرر أنت فيها تفصيلة صغيرة لازم تتعامل أنت شفت الناس كتير جدا علقوا على الشغل بتاعك في بعضهم شايف يقول مثلا ده تمثال إمرأة إفريقية فينا أنت بتبقى أنت هو كان فعلا تمثال إمرأة إفريقية لا مش كده بس هو الشال نفسه أنا بعد ما بعد ما اشتغلت عليه وحطت الشال فحسيت أنه هو إمرأة إفريقية بس هو في الأول ما كانتش كده أنا أنا حطت الشال ده من عنده والكاب فبعد ما خلصت وبصيت عليها لقيت اللي هي مدية شكل بس الملامح بتاعاتها مش ملامح أفريقية صح أنا لو كنت يعني لو الفكرة من اللي أولنا أنا عايزة أعمل تمثال المرأة الأفريقية كنت حاولت على قد ما قدر الملامح تطلعها بكده والوقفة أسطلا مش وقفة أفريقية أنا والله العظيم فنان صح لأنه الوقفة دي مش وقفة إفريقي دي وقفة إغريقي مش كفريقي خالص دي وقفة يوناني صح لازم نشوف التفاصيل أولا الوقفة فعلا الوقفة يوناني التفاصيل بتاعة القدم مش تفاصيل قدم إفريقي لأنه لما صح 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 لأنه القدم الإفريقي ما هياش فلات من فوق الفلات من فوق دي بحر متوسط صح مختلف عن كده تماما القصة كلها أو التوليفة كلها هي زهنك أنت اللي في خيالك أنت بتقعد تشتغل وسايب خيالك يسرح وإديك قعدة بترجم الخيال ده صحة كده والصورة بتبقى قدامي فبحاول على قد ما أقدر نفس التفاصيل اللي في الصورة أجيبها بالظبط كده يعني لو مثلا في أنا حاجة مش مش عارفة أجيبها من الصورة سري دي مثلا جنبها أو حاجة ممكن أشتغل عليها من إيد أنا مثلا لو إيدي لفة كده في نفس التمثال ممكن أبص عليها كده أحاول أشوف التشريح اللي موجود هنا كده وأعمل أنت ما شاء الله عليك وربنا يحفظك ويحفظ عليك ربنا يخليك ويبعد عنك كل الشرور والأعين الحاسدة جورج ربنا أشد لك جورج لو ليا عمر هشوفك في يوم من الأيام وإنت محدش عارف يقابلك ربنا يخليك بإذن الله يعني ابقى قابل المزعين الغلابة لك لكن بجد اللي أنت بتقوله ده صدقني يا جورج أنت هتعدي وهتشوف قول فيه واحد اسمه يوسف عجوز كده بدأني بيضه قال لي أنت هتعدي هتشوف جورج أنت نورتني وشرفتني وموهبتك بجد رائعة أنت مش مجرد راجل بتعمل تمثيل من الطين أنت عندك فيه فلسفة في خيالك يمكن ما بترجمهاش بلسانك أنت كل اللي في خيالك بيحصل بالطين وبأديك بس نورت يا جورج جورج قال فنان ونحات مصري مش بس واعد هو فنان حقيقي مش بيعرف يعمل المنحوطة المسألة أبعد من كده بكتير وده اللي بيخلق فنان بجد وعشان كده أنا فرحان قوي بأنه حياة كريمة تعهدوا برعايته كملوا معا للآخر جوة مصر وبعتوا إيطاليا وخلوا يشوف ويجرب ويتعلم ورجعوا هلنا تاني لأنه ده هيبقى حاجة كبيرة قوي في يوم من الأيام خلصت الحلقة الحد كده للأسف كنفسي أعد مع جورج ألبيرت بس حظي يمكن النهاردة مش مساعد خلصت الحلقة الحد كده وسوان يكون موجود معاكم قدامنا كريم رمز يواقف هناك أظن لابس قميس لبني ده والله بيض يكيب القميس ده لبني؟ لبني صح كريم داخل حالة كريم عمره ما يعترض أن أنا سرقت منه دقيقتين أو تلاتة أو عشرة ما بيعملقاش عمر عاوز يوقع ما بيني وبين كريم في الحلقة كريم رمز يداخل حالا أما إحنا لو كلينا العمر تقابلكم إن شاء الله يوم السابت وبرنامجكم التاسعة سلام عليكم